في نقلة النوعية ستجعل البلاد محوراً إقليمياً رئيسياً في الشرق الأوسط ضمن رؤية الكويت 2035 ومن ثم جعلها مركزاً اقتصادياً ومالياً وثقافياً في المنطقة وفق التوجيهات السابية المغاردون تدول مقطعاً توضيحياً لمطار الكويت الجديد T2 والذي يهدف أن يكون أكبر مطار في العالم يصل على شهادة LED الذهبية للمباني التي تحقق مستوى الريادة في مجالات متعددة منها توفير الضاقة ويعادة التدوير للمياه والهواء وتكنولوجيا إدارة النفايات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر